اشتركوا في القناة 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 من حقوقهم العمالية بدنا نبلش نذكركم اولا باللجنة وشبكة شمعة وشركاءها اش كانوا عم بيعملوا خلال خمس سنوات السابقة بفيديو قصير بلخص الحملة الدولية السنوية لمدة خمس سنوات سابقة الحملة الدولية السنوية لمواهضة المبني على النوع الاجتناعي للسنة ابرز الادوات اللي رح يتم استخدام كيف بنينا الحملة كلها هلا رح نبلشو في هذا البرزنتيشن الهدف العام للحملة السنة رح يكون هو التعريف بانواع العنف الاقتصادي واكثرها انتشارا وكيفية مجابهة انواع العنف الاقتصادي شركاء الرئيسيين طبعا شبكة شمعة بوجههم كلهم لجميع الاعضاء كل الشكر الاعضاء والعضوات في شبكة شمعة على جهودهم المستمرة والعمل اللي قمنا فيه سابقا من خلال اللجان سواء لجان رسائل الحملة او الاهداف العام للحملة كله كان بجهود تشاركية لحتى نطلع برسائل النهائية للحملة وبرجع بشكر بأكد جزيل الشكر للمانحين اللي هما منظومة الأمم المتحدة هيبوس البرنامج الأوروبي للإقليم للتنمية والحماية الغد واكي بيمبو سلايد الوراء طبعا كعادتنا في اللجنة الوطنية وبخصوص الحملة تحديدا دائما نستند إلى دراسات في تنفيذ الحملة الدولية السنوية والقضايا اللي بنعمل عليها السنة اللجنة بشراكها مع مركز الدراسات الاستراتيجية الجامعة الأردنية قامت بتنفيذ مسح وطني بعنوان العنف الاقتصادي ضد المرأة على عينة وطنية ممثلة من النساء قوامها ألفين سيدة من خلفة محافظات المملكة واليوم سيكون معنا الدكتور وليد يعرض لكم أبرز نتائج الدراسة الهدف من هذه الدراسة هي معرفة أنواع العنف الاقتصادي الأكثر انتشارا وأيضا إيجاد حلول لازمة لمواجهة العنف الاقتصادي ضد المرأة لأن العنف الاقتصادي بيؤدي تماما إلى أنواع أخرى من العنف مثل العنف اللقضي والجسدي وأيضا يؤدي إلى تهميش دور المرأة والتقليل من مشاركتها الاقتصادية وتعرضها لعدد من الانتهاكات العمالية لحقوقها الأهداف العامة للحملة نحن دائما في عنا أهداف قصيرة المدى تتمثل ب 16 يوم اللي بنشتغل عليها وفي عنا أهداف اللي بنشتغل عليها للعام المقبل اللي هو رح يكون عام 2020 قصيرة المدى أكيد ب 16 يوم بس بنا نعرف بأبرز أنواع العنف الاقتصادي انتشارا ونرفع الوعي بأهمية حقوق العمالية والعمل اللائق رح يكون في ورشات في جميع المحافظات وأيضا شبكة شمعة رح تعمل أكتر من 300 نشاط والسنة في عنا توحيد لكل اللي رح يتم عرضهم في جميع المحافظات والقضايا اللي رح نشتغل عليها وبرضو في عنا إطلاق لنتائج دراسة العنف الاقتصادي ورح يتم بشكل كبير إشراك الرجال والشباب والفتيات في مواجهة العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي الأهداف طويلة المدى اللي بنتمنى أنه نحققها اللي هي بناء خارقة طريق لأهم البرامج التي يمكن تنفيذها مع منظمات المجتمع المدني بهدف مجابهة العنف الاقتصادي وأيضا رح تعمل اللجنة في عام 2020 على تطوير ورقة سياسات بناء على نتائج الدراسة لأكثر أشكال العنف الاقتصادي انتشارا القضايا الأساسية اللي رح يتم العمل عليها بحسب نتائج الدراسة اللي هي التعريف بالعمل اللائق والحقوق العمالية مفهوم العنف الاقتصادي وبرضه رح نركز بحسب النتائج الدراسة لأنه أكثر النساء عرضة للعنف الاقتصادي هم الفتيات اللي تزوجوا مبكرا والعاملات في الزراعة والعاملات في الصناعة والنساء في القرى والأرياب لهيك رح يكون في عنا لقاء موسع مع السيدات في الأغوار الوسطى نتعرف على مشاكلهم نرفع وعيهم في القضايا اللي رح نشتغل عليهم الحماية الاجتماعية الوعي القانوني وأيضا العنف الاقتصادي من الجانب الديني رح نتناول برضه دور الثقافة المالية في الحماية من العنف الاقتصادي والمقصود فيها تحديدا القروض وبرضه من أبرز المشاكل اللي أظهرتها الدراسة اللي هو حق المرأة في الحصول على حصصها من الميراث الشرعي لأنه في سيدات كثير بتنازلوا عن ميراثهم أو بتم حرمانهم من الميراث أو بتنازلوا بالرضى بدون حتى معرفتهم لحصصهم الإرثية وأيضا رح نحول ننشر الوعي بالإجراءات والالتزامات المترتبة على أخذ القروض وآليات السداد والأثار السلبية في حال عدم السداد الفئات المستهدفة طبعا رح نستهدف المجتمع المحلي بشكل عام النساء النشيطات اقتصاديا لأنهم هم اللي منخرطين في عالم العمل بشكل أكبر يواجهوا مشاكل العنف الاقتصادي بشكل أكبر رح نستهدف النساء ضوات الإعاقة رح يكون في شغل مع القطاع الخاص طبعا الإعلام ودائما أنا بشكرهم يمكن منحازل أقلهم لأنه أنا بشتغل معهم بشكل مباشر لنصلط الضوء على أبرز قصص التي تعاني منها السيدات في موضوع العنف الاقتصادي رح يكون في عنا رسائل من قادة الرأي والمؤثرين على موافع التواصل الاجتماعي رح نشتغل مع لجان العمل في مجلس الأمة وأيضا وزارة العمل دكتور عيمان العكور شكرا لوجودك وشكرا لدعمكم مزودي الخدمات خصوصا المتلقي الشكاوى بخصوص موضوع العنف الاقتصادي لتوثيق حالات العنف الاقتصادي وأيضا اللاجئات والجهات التمويلية وخصوصا المويلين المشاريع الصغيرة طبعا منهجية التنفيذ اللجنة بشكل عام تشتغل مع جميع الجهات مع جميع الأطياف لإيصال رسائلها والسنة والسنة إن شاء الله نتمنى أن نخرج بنتائج من خلالها نبني توافقات مع المجتمع المدني وصانع القرار لتفعيل نتائج الدراسة بالحلول التي خرجنا فيها لمناهضة العنف الاقتصادي الأدوات اللي رح نستخدمها في الحملة وطبعا كل سنة بنحاول إنه نستخدم أدوات أكتر للوصول للفئات المستهدفة عنا الورش التوعوية اللي رح تنفذها اللجنة وشبكة شمعة اللجنة رح توصل لكل محافظات المملكة شبكة شمعة رح تنفذ أربعمائة نشاط حول المملكة في مختلف المحافظات رح نستهدف في هاي الورش المجتمع المحلي طلاب وطالبات الجامعات يعني مش رح نروح على الجامعات رح نستهدف هذول الشباب لحتى يكونوا في الورش الواعظات وذوي الإعاقة الهدف العام اللي هو أو القضايا اللي رح تترحها الورشات بشكل عام اللي هو تعريف بمفهوم العنف الاقتصادي وأكثر أنواعه انتشاراً ما هو العمل اللائق والحقوق العمالية وزميلتنا ريم أسلام من منظمة العمل الدولية حتكون معنا بنشكرها كمان الحقوق الاقتصادية للمرأة من الجانب القانوني والحقوق الاقتصادية للمرأة في الديانات السماوية رح يكون في عنا مائدة مستديرة متخصصة مع أصحاب القرار والمختصين لمناقشة موضوع العنف الاقتصادي رح نستهدف في هاي المائدة اللي هو أعضاء لجان العمل من مجلس الأمة نقابات عمالية ضمان اجتماعي وزارة عمل القطاع الخاص ودائرة قاضي القضاء ومؤسسات وصناديق الاقراض والتمويل الأصغر ورح يكون في عنا مائدة متخصصة لمناقشة قانون العمل وتعليمات نظام العمل المرأة الحملة الإعلامية اللي كل سنة تستنزفنا في الشغل رح يكون في عنا غدا ان شاء الله إطلاق لاستبيان إلكتروني رح يكون في أبرز النتائج اللي طلعت في دراء في المسح الوطني رح نركز عليها وناخد أراء الناس اللي مشتركين أونلاين على أبرز القضايا ناخد رأيهم أنه هل بتوافقوا معنا على أبرز القضايا اللي طرحتها الدراسة أو لا طبعا أطلقنا وسم خاص بالحملة واللي هو لأنه حق يستحق ورح يكون في عنا أيضا عاصفة إلكترونية بـ 3011 الساعة 8 مساء عملنا فيديوهات واحد عن العنف الاقتصادي داخل الأسرة واحد عن العنف الاقتصادي في عالم العمل هلا بس نخلص البرزنتيشن هنعرضهم عليكم وعملنا رح تشوفوا على السوشال ميديا اللي هو دور السيدات أو دور النساء في التمكين الاقتصادي العابر للأزمان من حد شبسوت لنفرتيتي لكل هدول السيدات حتشوفوهم إن شاء الله على السوشال ميديا في رسائل رح يتم بتها على وسائل على الإذاعات المحلية والتجارية وفي أيضا خطة إعلامية متكاملة على مواقع التواصل الاجتماعي التابع للجنة وأيضا ما بننسى دور الإعلام في تغطية الورش العمل والقضايا اللي رح نعمل اللي رح نشتغلها وأيضا في توثيق لفعاليات اللجنة بشكل مباشر يوميا في كل الفعاليات رح يكون في ملخص للنشاط اللي رح تكون في اللجنة وفي توثيق أيضا لجهود وفعاليات والأنشطة اللي بتقوم فيها شبكة شمعة الرسائل اللي اخترناهم بحب أعرضهم عليكم السنة وأيضا قسمناهم العنف الاقتصادي اللي بتعاني منه المرأة داخل الأسرة والعنف الاقتصادي اللي بتعاني منه المرأة في عالم العمل يعتبر حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث أو اجبارها على التنازل عنه عنفا اقتصاديا ثانيا منع المرأة من حقها في العمل أو تحديد نوعه عنفا اقتصاديا وطبعا السلوغن لأنه حق يستحق اجبار المرأة على أخذ قروض لمنفعة الغير عنفا اقتصاديا يعتبر التحكم بموارد وممتلكات وراتب المرأة عنفا اقتصاديا يعتبر التمييز في بيئة العمل بناء على الجنس عنفا اقتصاديا يعتبر تشغيل أفراد العائلة في مشروع ربحي للأسرة دون أجر عنفا اقتصاديا ويعتبر حرمان عمال وعاملات المياومة في الزراعة من الحقوق العمالية عنفا اقتصاديا طبعا هدول الرسائل رح يكونوا منتشرين في كل محافظات المملكة رح يكون في عنا 36 لوحة إعلانية كل محافظة فيها ثلاث لوحات وايضا رح يكون في عنا 10 جسور في عمال تحمل هاي الرسائل هلا رح نفرجيكم الفيديوهات اللي عملناها ان شاء الله انه تكون وضحات الرسالة اللي بدنا نحكيها اشتركوا في القناة